انا عايز اروح لجزئية سريعة محافظة المينيا كان عمل حاجة كويسة وهو انه ما يوم فترة كان فيه ناس حضراك اعلم بالموضوع ده انه في كل محافظات الجمهورية كان فيه عارف هدم المنازل اللي كانوا بيرموه في الطريق العام او في الترع والمصارف عمل غرامة كبيرة جدا وصلت لخمستاشر الف جنيه على العربية اللي تتمسك بترمي حاجة زي دي في مصرف او في شارع او كده بالاضافة لان العربية دي هتفضل ممسوكة وهتخدم في الشارع فبالتالي انا لو انا صاحب عربية هبكي بدل دموعة دم علشان عربيتي قدام عناية شغالة في تنظيف الشارع وانا مش شغال عليها وشايفها بتعامل بشكل سيء قدامي ده ممكن يتطبق عندكم لا احنا 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 يمكن سبقنا بخطوة شوي حلو سبقنا بخطوة ان احنا عندنا منطقة منطقة اللي هي اللي بقول الحركة هي المدفن اللي هي بنجمع في الخبرمة دي منطقة لحد ما واسع عندنا يمكن حوالي اكتر من سبقين فدان متاح فقولنا نعمل مصنع بجانب ده نعمل مصنع تدوير مخلفات البناء لأ انا بتكلم على تدوير مخلفات البناء مخلفات البناء شوف حدك احنا بتكلم على الخرمامة فانا بتكلم على الكسر اللي عندي بيت اتهدى اتهدى بيرجع تاني بيدخل على مصنع المصنع ده عبر عن كسارة تبعا بيعني مليون جنيه بالكدير او اتنين مليون جنيه فبيعمل تكسير وغربلة للمنتج ده منه بيطلع منه زي ما نسميه ركام او زي الزلط والرمل كده بنقدر نقيده تاني في صناعة البلوكات او اللي احنا بنسميها الحواجز او البردورات بتاعت الشارع يعني ما بنعملش منها مبنى لكن بنعمل منها وعدات بدل ما هو متكوم حجارة فوق بعضها مش عارف تعمل فيها حاجة بنطلع منه منتج مفيد دي فكرة جميلة جدا اه اللي هي الحاجات اللي هي الاواطية اللي بنحطها في الشوارع البلاط ارصفة بعض الاحلان اللي هي البلدورات بتاعت الشارع فكرة محترمة جدا وتمنى دي زي ما حاجت عندنا دراسة عليها وان شاء الله هنشتغل على طول فيها فكرة حلوة جدا بالاضافة